بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله طلاب الأعزاء طلاب الصف الثامن من المدرسة الفلسطينية واليوم معنا درس كطر في عهد الدولة العثمانية منقول يا أبنائي إن الشيخ محمد بن ثاني اللي استمرت فترة حكمه من عام 1851 إلى عام 1878 ونائبه الشيخ جاسم بن محمد كانوا بيرحبوا بدخول العثمانيين إلى قطر لأن عرف عنهم نزعتهم الراصخة ضد الكوة الطامعة في بلدهم واللي اكتسبوها من خلال مسيرتهم المشرفة ويترتب عليها أمور كتيرة جدا جدا ورؤيتهم كانت واضحة في خدمة قضايا بلدهم وقضايا أمتهم الإسلامية والعربية منقول إن العثمانيين لما دخلوا كتري أبنائي في يوليو عام 1871 لم يدخلوا بالكوة ولم يدخلوا بكوت العسكر ولا احتلال ولا استعمار ولكن كانت دعوة من الشيخ جاسم بن محمد نائب الشيخ محمد بن ثاني وعرف عن الشيخ جاسم أولاد إن هو نشأ نشأة إسلامية وعرف عنه وطنيته وميوله الإسلامية طيب واحد يقول ليه يا أستاذ أنت بتقول إن الشيخ محمد وابنه الشيخ جاسم النائب بتاعه ليه نائبه ليه يعني رحبه بالعثمانيين بنقوله أولاد أسباب ترحيب الشيخ محمد بن ثاني ونائبه الشيخ جاسم بالعثمانيين لحماية بلاده من القوى الأجنبية المحيطة به وخاصة بريطانيا التي طمعت في مد نفوسها إلى قطر بريطانيا كانت عايز تسيطر على قطر مثل ما كانت مسيطرة على بقية دول الخليج رقم اثنين بسط السيادة الكطرية على المناطق اللي أراد البريطانيون انتزاحها من قطر فأعلن الشيخ جاسم بن محمد صراحة أعلنها صراحة إنه تابع للدولة العثمانية وقام برفع العالم العثماني دليل إنه هو قبل الخلافة العثمانية وفي يناير 1872 وصلت أول حمية عثمانية إلى الدوحة وصلت حمية عثمانية أخرى للدوحة طيب إيه رأيكم في موقف الشيخ جاسم يا ابني أنا أشوف إنه هو موقف كويس الراجل عايز يدافع عن بلاده وعايز يحمي بلاده من الكوى المحوطة به ويضار اتفاق ما بين الشيخ جاسم والعثمانيين وكانت بنود الاتفاق كالآتي إن الشيخ جاسم يكون هو مسؤول عن حكم قطر يعني ما حصلش تغيير في حكم قطر إيه ثاني جاب للشيخ جاسم منصب أعطته ليه الدولة العثمانية وهو منصب قائم مقام رقم ثلاثة إعفاء الدولة العثمانية لقطر من الضرائب يعني قطر مش هتدفع ضرائب زي بقية الولايات العثمانية ليه يا أولاد لأن الدولة العثمانية وجدت إن قطر دولة فقيرة في الحاصلات الزراعية أيضاً هيكون في موجود قوات عثمانية في قلعة البدع كرمز للسيادة العثمانية وعلشان تحمي قطر وتدافع عنها من أي هجمات ممكن تتعرض لها من ناحية البحر طيب والأمور كانت طيبة ما بين الدولة العثمانية وما بين قطر ويدل على كده إن فيه والي بغداد في سنة 1872 كان اسمه متحد باشة أرسل تكرير إلى السلطان العثماني بيقوله إن قطر بيتكلم فيه عن قطر وتابعة أهل قطر وبينقوله إن قطر دي موقعها مهمة جداً جداً وفي دول الخليج وقطر بأهلها عايشين على الصيد وتجارة اللؤلؤ وعندهم عشرات من القوارب اللي بيصطادوا بيها اللؤلؤ والسمك طيب بنقول يا أولاد إن في الفترة دي قطر كانت عايشة علاقة طيبة مع الدولة العثمانية وإصدارت في الفترة دي تجارة اللؤلؤ وأصبحت مدينة الدوحة مركز تجاري مهم جداً جداً في صيد الأسماك واستخراج اللؤلؤ طبعاً يا أولاد الأمور ما بتفضلش على حالها أكيد بيحصل خلافات ما بين الدول حتى بين الإخوان بينهم وبين بعض وبين الأصدقاء بعد ما كانت العلاقة طيبة ما بين الدولة العثمانية وقطر بدأت تحصل بعض المشاكل إن الدولة العثمانية يا أولاد أرادت إن تحكم قبضتها على قطر وده اللي مهد إن تحصل معركة الوجبة اللي حصلت في مارس 1873 وضروري التاريخ ده مهم جداً لا تنسوه إيه هي أولاد الإجراءات اللي عملتها الدولة العثمانية الدولة العثمانية أصرت أولاد إن يكون لها إدارة تركيا مباشرة يعني يبغوا إن هم يكون عندهم حاكم مع الشيخ جاسم أو إن هو حاكم بدل الشيخ جاسم وتاني شيء أولاد تفرض ضرائب على التجار الكطريين وخاصة تجارة اللولة إحنا قلنا نتجارة اللولة إصدار جداً في قطر في الفترة دي فالعثمانيين أرادوا أن يفرضوا عليها ضرائب كثيرة وكانت ضرائب مبالغ فيها جداً وبدأوا يفتحوا مكاتب بريد عشان يزيدوا سلطانهم في قطر وحاولوا يعينوا أولاد اللي هو عثمانيين في الجمارك اللي هي مصدر الدخل للبلاد في جمارك الدوحة والوكرة والزبارة والعديد وبدأوا يزيدوا من عدد الحامية العثمانية اللي هم العساكر الموجودة أو الجنود الموجودة وده كان يوحي بالخطر وكان فيه متصرف في الإحساء اسمه عاكب باشا أولاد كان يريد تعيين وكيل الشيخ جاسم يشاركه في غياب الشيخ جاسم وكان عايز يكلم المبنى خاص به وتحت منه تحت إمرته فرسان الشيخ جاسم طبعاً رفض الكلام ده لأنه عارف إن ده بيدبر مؤامرة ضد بلاده أو يريد أن يقلب الحكم في البلد إيه اللي حصل يا أولاد في معركة الوجبة دي إحنا قلنا الأسباب لحد أسل العراقات قلنا توطرت مع ديتشي مثل أول الشيخ جاسم بمحمد والي البصرة كان اسمه محمد حافظ باشا واصل من الدوحة عن طريق الإحساء سنة 1893 في فبراير بحجة إن هو جاي عيد الأمن في كطر ويرجعوا إلى نصابه وكان بصحبته 300 فارس وفركة من المشاه وحاملة بحرية جي من البصرة والسفن بتاعته رست على شواطئ الدوحة ناحية البدع وطلبت من الشيخ جاسم بن محمد تسليم نفسه الشيخ جاسم رفض وطلب الوالي قابل الشيخ جاسم أرسله أخوه الشيخ أحمد بن محمد و16 من أعيان الدوحة ولكن أولاد قبض عليهم وأخذهم رهائن عنده طبعا الشيخ جاسم راجل ذكي خرج من الدوحة وراح منطقة الوجبة بتبعد عن الدوحة 15 كيلو أولاد عشان يتفادي ضربات المدافع اللي هي قبالة البدع وكمان عشان يكون بعيد عن مناطق مداد العثمانيين وبعيد مناطق المية والتقت القوات العثمانية والشيخ جاسم وأبناء القبائل في منطقة الوجبة الشيخ جاسم انتصر والعثمانيين هربوا لقلعة واد الشقب بين الوجبة والدوحة حصرهم وأحكم الحصار عليهم فكرروا الاستسلام واصل الشيخ جاسم زحفه إلى مشيرب مشيرب دي منطقة في الدوحة عشان يكسر شكتهم ويحقق نصر كبير عليهم يا أولاد ما عدش قدامه أو لم يبقى أمامه إلا منطقة البدع أحكم الحصار عليه أرسل إليه الوالي رسالة بيطلب منه إطلاق صراح العساكر مقابل أن يطلق صراح الشيخ أحمد والستاشر من الأعيان اللي معاه وافق الشيخ جاسم على هذا الطلب النتائج يا أولاد كان نصر حليف الكطريين بكيادة الشيخ جاسم والشيخ جاسم رفع شكوى للسلطان أب حميد يعني الشيخ السلطان أب حميد ملقين مسؤولية على ما حدث ألقى اللوم يا أولاد على الوالي العثماني اللي كان جاي من البصرة وكانت النتائج كالآت يا أولاد إرغام العثمانيين على فق الحصار البري والبحري على الدوحة وإطلاق صراح الشيخ أحمد بن محمد شقيق الشيخ جاسم والستاشر اللي معه وتبرأ السلطان العثماني من تصرفات والي البصرة وأمر بعزله وأرسل السلطان العثماني وافدا يسوي الأمور مع الشيخ جاسم لتجاوز أثار المعركة البريطانيون مستنين الفرصة ومنتظرين الفرصة حاولوا يستغلوا الوضع ذهب وعرضوا على الشيخ جاسم حمايته من العثمانيين لكن الشيخ جاسم رفض قنة بسبب ميوله الإسلامية سوى الشيخ جاسم ابن محمد أموره مع العثمانيين وظل على ولائه للعثمانيين حتى آخر عهده وذا يدل برضه على نزعته العربية والإسلامية حبه لقضايا أمته وأخيرا حرص الشيخ جاسم ابن محمد بن ثاني على المحافظة على استقلال بلاده الداخلي حتى وفاته عام 1913 تعلمنا في الدرس ده أولاد أن كيام معركة الوجبة كان أسبابها ممكن يجيك سؤال يقولك بما تفسر كيام معركة الوجبة بين الكطريون والعثمانيون بنقول بسبب زيادة أعداد الحامية العسكرية في البلاد فرض ضرائب على تجارة اللولو فتح مكاتب للبريد والجمارك في منطقة طي الزبارة والعديد محاول التعيين وكيل عثماني للشيخ جاسم ابن محمد أيضا اتكلمنا عن أحداث المعركة اللي زاد فيها الخلاف ما بين قطر والدولة العثمانية وانتهى باحتقال الشيخ أحمد وان القبائل الكطرية الشيخ أحمد والستاشر من أهيان الدعا وتوحدت القبائل الكطرية مع الشيخ جاسم ابن محمد هذه خريطة بتوضح معركة الوجبة يا أولاد وكيف القوات العثمانية جات من البصرة إلى الدوحة زي ما انتو شايفين اللي بالأزرق والقوات البرية جات من الإحسة إلى منطقة الوجبة اللي حدست فيها المعركة بنقول أيضا أولاد اتعلمنا انه ظهرت عبقرية الشيخ جاسم في معركة الوجبة انه هو أوهم العثمانيين انه ترك الدوحة وجام بتسريح قواته وسيطر على بار المي واستدرج العثمانيين حتى معركة الوجبة طيب نتائج معركة الوجبة أولاد منقول انتصار الكطريين بكيادة الشيخ جاسم على الكوات العثمانية اطلاق صراحة الشيخ أحمد ومن معه ساحب جميع الكوات العثمانية عزل الوالي العثماني وارسال السلطان عب حميد منذوبا لتسوية الأمور مع الشيخ جاسم وبكذا يا أبنائي نكون خلصنا درس اليوم أتمنى لكم التوفيق